السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخيرات والمسرات إشراقة صباحية تحدثنا في الإشراقة الخامسة عن الزكام الأنفلونزا والآن في الإشراقة السادسة سنتحدث عن مرض خطير انتشر عند كثير من الناس لوايجر ثومة المعدة ومتسمى بالبكتيريا الحلازونية وهذه أيضا تأتي لعدة أسباب من أهم أسبابها ويهل أكثر انتشارا وشيوعا أنها تأتي عن طريق الخضروات والفواكه إذا لم تغسل جيدا وهذه تساهل بها كثير من الناس وتأتي أيضا عن طريق العدوى سواء عن طريق العطاس أو الكحة أو قرب الأنفاس ولا تأتي عن طريق الدم كما يتوقعه البعض وأيضا لها علامات جرثومة المعدة من علاماتها أنك تجد الشخص يجد نفسه أنه إذا كانت المعدة فارغة أو كانت غير ممتلئة أنه يستشعر بألم في المعدة في البطن وأما إذا امتلأت المعدة فتجد أنه يهدأ أيضا من علاماتها ارتجاع المري والحموضة أيضا من علاماتها أنه يستشعر بالتقيو أعزكم الله وإذا تقيا تجد أنه يوجد معه جزء من الدم وكذلك أيضا من علاماتها أنه يفقد الشهية وكذلك يفقد جزء كبير من الوزن مع مرور الأيام وكذلك تجد أنه عنده كسل وخمول فكل هذه علامات من علامات جرثومة المعدة ولا يكتفى بهذه العلامات تأخذ التحالي عن طريق أعزكم الله الدم وكذلك عن طريق أعزكم الله البراز حتى تظهر لك علامتها جيدا وأيضا من علاماتها أن أعزكم الله البراز يأتي لونه بني غامق فلذلك أيها الإخوة لا بد أن ننتبه لهذه الجرثوم والجرثوم انتشرت عند الكثير وكذلك أغلب الناس تجد أنه يوجد فيه جرثومة معدلة ولكنه لا يعلم بذلك لأنها لا تظهر علاماتها إلا عندما تنتشر أكثر وأكثر لأنها تأتي على جدار المعدة وأيضا في الأخص في بطانة المعدة الداخلية فلذلك أيضا من أسبابها وتطورها أنها تسبب قرحة المعدة ومع تطورها كذلك تسبب سرطان المعدة فلنتبه لذلك أيها الإخوة وأيضا إذا ذهبت إلى المستشفية تأطوك من العلاجات المتنوعة العديدة وتستخدمها لفترة طويلة بالشهر والشهرين والثلاثة ولا أكثر وكذلك أنها تجد أنها تهدى ولا تذهب لكن فيه علاج بسيط يسير بإذن الله جل وعلا بعد تجربته أنه بإذن الله عز وجل يقضي على هذه الجرثومة وهي أنك تأتي بخلة تفاح ما يسمى أرميحية خلة تفاح الطبيعي يسمى أرميحية أو العضوي يوجد في بنده غالبا وأيضا يوجد في بعض محلات الفواكه والخضروات تأتي بملعقة صغيرة ملعقة ما يقارب خمسة ملي تقريبا أو إلى عشر ملي لمن تمكنت منه الجرثومة تضعه في كوب ماء بارد وتشربه على الريق في الصباح وكذلك لا تشرب شيء بعده أو تأكل شيء بعده لمدة ساعة على الأقل وكذلك تكرره في المساء لمدة سبعة أيام بإذن الله عز وجل أنك ستقضي على هذه الجرثومة قضاء تاما بإذن الله جل وعلا فهذا علاج بسيط يسير نرجو من الجميع نشر نسأل الله عز وجل السلامة للجميع وانتظرونا بالإشراقة السابعة بإذن الله